عرض الرئيس الإيراني حسر روحاني على مجلس الشورى ما وصفه بميزانية مقاومة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده بعد أسابيع من اندلاع تظاهرات دامية في أنحاء البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود وقال روحاني إن الميزانية التي تساهم روسيا فيها بخمسة مليارات دولار تهدف للتخفيف من الصعوبات وفي وقت يتراجع اقتصاد البلاد مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة جراء انخفاض قيمة العملة المحلية وتتضمن الموازن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%